قدعوه بقولهم فيلسوف حتى هوت على قفاه كفوف بيت شعر ساخر لأمير الشعراء أحمد شوقي يسخر فيه من ضرب أحد مشاهير عصره بقفى وسط المقهى حتى بات الضرب على قفى مثاراً للسخرية ولحظة غفلة من المضروب وانتصاراً للمهاجم الذي نزع الهالة من خصمه في غدون ثوان معدودة إيران وإسرائيل تصابق الأولى الزمن وتتجهز عبر تصرحات وتحضيرات لرد اعتبارها من الثانية حيث اغتيال إسماعيل هنية في طهران الذي وصفه محللون بالصفعة المفاجئة التي هوت على عنق إيران وأسخنت جرحها وكسرت هيبتها المخفية خلف تهديدات لم تتوقف عند الاحتلال بل طالت دعمه من دول الغرب وأمريكا وبينما تتجهز طهران تصابق تل أبيب الزمن لتكون بجهزية عليا تحسباً للرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنية ولرد حزب الله اللبناني أحد وكلاء إيران في المنطقة بعد اغتيال رئيس أركان الحزب فؤاد شكر في بيروت تتحضر طهران للضرب بينما تتجهز تل أبيب للرد على جبهات عدة في وقت ينذر بجولة جديدة من الصراع تطل برأسها على المنطقة في انتظار هجوم تتوعد به إيران وسط مخوف إقليمية ودولية من الانزلاق إلى مواجهة مباشرة بمشاركة أذرع تهران ووكلائها في الوقت الذي تكسف إسرائيل استعدادها للتصدي لسواريخ الانتقام ومسيراته